قدر الله لزوجة طيبة أن تتزوج برجل عصبي المزاج وكانت أغلب مشاكله بسبب طبخها فكان كلما يتذوق الطعام يبدأ بالصراخ ويقول إن الطعام سيء المذاق ويحتاج المزيد من الملح والمواد الحريفة مرت الأيام ومل الزوج تصرف الزوجة فهددها بالزواج عليها إذا لم يتغير طبعها ولكنها ابتسمت وقالت له أحيانا من يحبونك يتصرفون تصرفات غير مفهومة بالنسبة لك لكن في الحقيقة هم أكثر الناس لطفا بك وأرحمهم بك ثم ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وظلت على حالها فأخبرها بأنه سيتزوج وأحضر فستان الزفاف ووضعه في غرفة حتى تنطبق عليها الحيلة وفي يوم الزفاف الوهمي الذي حدده الزوج دخلت زوجته إلى داخل غرفته ووضعت ورقة داخل الفستان وفي المساء دخل الزوج حتى يعيد الفستان لأصحابه وإذا به يجد الورقة فقرأها وصدم فكانت الرسالة تقول أختي أردت إخبارك أن سبب هذا الزواج هو أن طعامي يخل من الملح والمواد الحريفة فزوجي مريض ويخاف من فكرة المرض لذلك أخفيت عنه الموضوع حتى لا يشعر بالنقص لأنه عصبي وأخاف أن يضر نفسه رجاء لا تضع الملح فهو يضره جدا أسرع الزوج إلى زوجته واعتذر لها وفرح كثيرا بحبها له وخوفها عليها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيدة فاضلة تتق الله وتحفظ الكثير من القرآن اتصل بإحدى القنوات الفضائية بأحد الشيوخ لتستفدي في أمر وقالت يا شيخ أنا سيدة مسلمة مؤمنة ومطيعة لله ولكن زوجي رجل يشرب الخمر ويأتي إلى المنزل آخر الليل وفي إحدى الليالي دخل علي المنزل ووجدني أقرأ القرآن فجذبه من يدي ورماءه فهل يصلح العيش معه أو أطلب الطلاق سألها الشيخ هل لك منه أولادا وهل لك أسرة ومن يعولك غير زوجك قالت السيدة نعم لدي ثلاثة أولاد ولي أسرة لكنها في قرية بعيدة جدا وأنا في العاصمة ولا أحد يعولني غير زوجي لأن أبنائي ما زالوا صغارا قال الشيخ إذن أثبتي مكانك ولا تطلب الطلاق ولا تتشاجر أو تتدخلي معه في أي صراع واصبري وعليك بالدعاء له بالهداية أثناء سجودك وفي الثلث الأخير من الليل عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له قالت الزوجة بحزن كيف يا شيخ أصبر وكيف تفتي بذلك قال الشيخ بهدوء يا سيدتي أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله فما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر واعلمي بأنك لو تركت زوجك ورحلتي فبدلا من واحد يشرب الخمر ويلقي بالقرآن سيكون أربعة لأنه سيأخذ أولاده وسيتربون على طباعه فلا حل في الفرار وترك المنزل اصبري واعلمي أن هذا الصبر جسر لأبنائك سيمرون عليه إلى طريق النجاة والفلاح إن شاء الله اقتنعت السيدة بكلام الشيخ وأخذت تقرأ القرآن وتصوم النهار وتقوم الليل وتدعو لزوجها بالهداية وتطلب من أبنائها الصغار الدعاء لأبيهم أثناء وبعد كل صلاة وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وبعد أقل من عام وإذ بنفس الشيخ يتم استضافته بقناة أخرى وتتصل به هذه السيدة وتقول له السلام عليكم يا شيخ أنا السيدة التي اتصلت بك قبل عام وحدثتك عن زوجي الذي يشرب الخمر قال الشيخ أجل والله أتذكرك بشريني مع حالك قالت السيدة وهي تبكي بكاء الفرحة والله يا شيخ إن زوجي الآن هو من يفتح باب المسجد في صلاة الفجر ويؤذر بالناس ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويصلي كل الفرائض والنوافل لقد هداه الله حق الهداية كما أن أبنائي يحفظون القرآن ومن البارين بوالديهم بارك الله فيك قال الشيخ مسرورا لأنك سيدة مؤمنة عندما تقربت إلى الله وعلم الله بنقاء وطهر قلبك استجاب لك لقد جهدت النفس وصبرت ونلت ثواب الأجر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون